موسيقى مشاهدي تقس العرب أسعد الله وقاتكم بكل الخير عمت بحمد الله كميات وفيرة من الأمطار أجزاء مختلفة من الدولة خلال الساعات القليلة القادمة إثر حالة عدم الاستقرار المرافقة لبدايات هذا المنخفض الجوي الذي أثر على عموم مناطق الدولة وأيضا سلطنة عمان خلال الساعات القليلة الماضية عبر آخر صورة الأقمار الاصطناعية نراحظ تحرك ما يسمى بالجبهة الهوائية البارد التي تحدثنا عنها يوم أمس نحو الينووب لو أخذنا في ذلك مثال سريع هناك هذه الجبهة طبعا متواجدة في هذه المنطقة كان هناك حزام من السحب الرعدية الممترة في غطط معظم مناطق الدولة إضافة لبداية مناطق الشمالية من سلطنة عمان وصنون حتى العاصمة مسقط هذه الجبهة الهوائية الباردة مرافقة مع المنخفض الجوي تحركت خلال الساعات القليلة الماضية جنوبا إثر تحرك المنخفض الجوي لتمركز إلى الشمال من مضيق هرمز أو تحديدا إلى الشمال من خليج عمان فلو أخذنا هنا هذه الصورة ثبتناها بهذه الطريقة نراحظ بأن كميات السحب المترافقة مع هذه الجبهة تحركت حتى عنها جنوبا وأصبحت الأمطار أكثر تركز في مناطق أكثر جنوبية مما كانت عليه خلال ساعات صباح هذا اليوم في ساعات صباح هذا اليوم كان لهذا الحزام تتشكل على المناطق المحاذية لسواحل الخليج العربي المدن الرئيسية في الإمارات هطرت المطلة على الخليج العربي هطرت عليها أمطار وفيرة زخات من البرد عواصف رعدية لاحقا هذه الصحب أصبحت تتحرك جنوبا كما تحدثنا يوم أمس هناك من المتوقع أن يكون تراجع مؤقت للحالة الجوية كنتيجة لبداية تقدم الهواء البارد الذي توقع أن يكون خلف هذه الجبهة الهوائية الباردة لو أخذنا سريعا مثال على ذلك نلاحظ أن المنخفض الجوي كان يتمركز يوم أمس في هذه المنطقة تحركت جنوبا أصبح يتمركز في هذه المنطقة الجبهة الهوائية الباردة عبرت كانت أمامها كميات كبيرة من الصحب الممطرة والرعدية الآن يدخل الهواء الأكثر برودة والغير معتاد نسبيا إلى دولة الإمارات خلال الساعات القليلة القادمة محملا بكميات كبيرة من الصحب التي ستعمل بمشيط الله تعالى على تجدد الفعالية الجوية لنأخذ أيضا صورة أقرب على ذلك يوم أمس تأثرنا كما ذكرنا بالمنخفض الجوي الذي تمركز في هذه المنطقة هذا هو الهواء البارد يتحرك تدرجيا باتجاه الدولة يتوقع أن يتمركز فوق مناطق الإمارات خلال ساعات ليلة الاثنين على الثلاثة وبالتالي نتوقع هطول أمطار في مناطق واسعة مرة أخرى داخل الدولة أيضا يتوقع أن يبدأ تساقط الثلوج لمشيط الله تعالى فوق الجبال العالية ستكلم عنها بالتفصيل أكثر خلال دقائق بالعودة مرة أخرى إلى صور الأقمار الإصطناعية سنلاحظ من خلال هذه الصور بداية تشكل السحب التي انتحت عنها التي ستأتي إلى الدولة خلال الساعات القليلة القادمة هذه الصحب كما نلاحظ هي موجودة الآن في أواصة الخليج العربي هذه الصحب يتوقع أن تتحرك تدرجيا باتجاه إلى الساحل الشمالي للدولة ويتوقع أن تؤثر على عموم هذه المناطق على شكل زخات رعدية غزيرة من الأمطار حتى هناك لا يسبعد أن تتساقط زخات من الضرد هذه الصحب يتوقع أن تتكاثف وتتكاثر تدرجيا وتدخل إلى داخل الدولة أيضا من المتوقع أن تتساقط الثلوج فوق الجبال العالية من سلسلة جبال الحجر نتكلم عن مرتفعات جبلية زيد ارتفاعا 1700 متر عن سطح البحر وصول حتى مرتفعات أيضا وجبل شمس في سلطنة عمان أيضا نتكلم عن ربما بعض التراكمات على ارتفاع تصل إلى 1800-1900 مثل جبل جيش داخل دولة الإمارات يتوقع أن يردد الحلاء البيضاء مع ساعات صباح يوم غدا إثر توقع بمشيتي لا تساقط الثلوج عليه باقي ما تقعود وذكر أن الفعالية الجوية ستتجدد مرة أخرى على شكل زخات أمطار غزيرة رعدية على فترات أيضا الفعالية الجوية وصلت إلى عموم المناطق العمانية المطلة على خليج عمان ومتوقع أن تصل إلى العاصمة مسقط أيضا خلال الأساعات القادمة وتبقى غدا معظم المناطق تحت تأثير خاصة مرتفعات الجبلية منها تحت تأثير بقايا هذه الحالة الجوية على شكل زخات من الأمطار ما بين الحين والآخر الأمر المميز غدا بمشيتي الله تعالى هو هبوب رياح قوية جدا في داخل الخليج العربي والتالي توقع ارتفاع الأمواج بشكل كبير جدا في تقريبا المناطق داخلية داخل الخليج ينصح بعدم ارتياد البحر اليوم غدا خاصة مع ساعة مساء اليوم وغدا صباحا أن توقع أمواج قد تصل إلى ارتفاع أكثر من 4 متر أيضا السواحل المطلة على الخليج العربي توقع أن تستقبل رياح نوعا ما تكون قوية مع حبات قوية على فترات تؤدي ايضا الارتفاع الأمواج بشكل لافت جدا خاصة في الجزء الغربي من هذه السواحل وأيضا يتوقع أن تدخل هذه الرياح جنوبا أكثر نحو المناطق الغدا نهارا ظهرا إلى داخل عمق الأراضي الإماراتية والعمانية بسبب حدوث بعض الأترب والريمان في عموم المناطق الصحراوية والمكشوفة عموما هذه الرياح توقع غدا مع تحرك المنخفض الجوي دنوبا أن تهدأ ولكن بشكل تدريجي وتخف سرعة الرياح ويخف اضطراب البحر بشكل تدريجي بمشيئة الله تعالى نعود ونذكر بالتحذيرات مرة أخرى من خطر ارتفاع منسوب المياه في بعض المناطق من خطر تشكل السيول وجريان الأودية في العديد من مناطق الدولة وسلطنة عمان لسيما في مناطق السلسلة الجبلية الممتدة بين الدولتين طبعا بنتيجة لهطول الأمطار الغزيرة نتكلم عن أيضا خطر حدوث العواصف الرعدية وأعود وأحذر من خطر اضطراب البحر الشديد المتوقع في الخليج العرب إضافة إلى أيضا خليج عمان وأيضا نتكلم عن خطر انخفاض درجات حرارة إلى 0% أو ربما أقل من 0% ولسيما فوق المرتفعات الجبلية العالية كما ذكرنا متوقع في الإمارات أن تستقبل الثروج كذلك الأمر في سلطنة عمان وأيضا أخيرا نحذر أي شخص يود الذهاب إلى بعض هذه المرتفعات الجبلية من خطر حدوث الانزلقات كنتيجة إما التساقل الزخات للبرد القوية أو أثروج على المناطق الأكثر ارتفاعا وأعود وأوكل المرة أخرى على التحذير من خاصة تشكل أسويل وجران الأودية والابتعاد عن مجاري الأودية خلال هذه الحالة سيما أن الحالة تسمت في القوة خلال الساعات الماضية وبالتالي يتوقع أن تكون الأودية تجري بشكل كبير وعنيف في بعض المناطق أتمنى أمطار خيرة على الجميع كان معكم محمد الشاكر من تقس العرب تابعونا عبر القنوات المختلفة تويتر ويوتيوب إضافة إلى موقعنا وتطبيق الهواتف الذكية إلى اللقاء اشتركوا في القناة